اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان الكوادر الوطنية المتميزة من فريق البحرين تواصل اعلاء صروح الانجاز عبر تطويع التحديات وتحويلها الى قصص نجاح مشرفة لمواصلة البناء والنماء ضمن مسيرة العمل الوطني المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واشار سموه الى الاعتزاز والفخر الدائم بالجهود المخلصة من كافة اعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الاهلي من مختلف مواقع المسؤولية والتي كانت اساسا للعديد من المنجزات المتحققة في شتى المسارات التنموية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الاختيبية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسه الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث أشار السموه إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط والبرامج التنموية في مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة لافتا سموه إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبارهما الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الإنجازات بما يسهم في الوصول إلى التطلعات والطموحات المرجوة ويعود بالخير والنفع على الجميع وبمناسبة إطلاق أسبوع الشجر دعما لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربونية التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني وتنفيذ الخطط والبرامج الداعمة لتعزيز الوعي البيئي ونشر المساحات الخضراء بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لافتا سموه إلى أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية على صعيد حماية البيئة بما يسهم في تعزيز الأمن المناخي ودعم جهود التنمية المستدامة من جانبهم أعرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام مستمر لدعم مختلف مسارات العمل الوطني المشترك بما يعود بالنماء والازدهار على المملكة ويحقق تطلعات أبنائها الكرام